المشروع المرسوم المتعلقة بالتوظيف بالتعاقد ضمن أسلاك الوظيفة العمومية للسيدة السيدة النوبة المحترمين من فريق تجمع الوطن الأحرار تضل سيد نائب المحترم شكرا سيد الرئيسة شكرا سيد وزير السيدة السيدة النوبة المحترمين فعلنا سيد وزيرنا نلتمث منكم التوضيح للقاعة وللرأي العام ما هو الهدف من العمل بالإدارات العمومية عن طريق التعاقد وشكرا شكرا تضلو سيد الوزير شكرا سيد الرئيسة في إطار الإصلاح الإداري هذا ورش كبير فتم التفكير في خلق آلية جديدة لتمكين الإدارات من سد العجز الحاصل في بعض القطاعات وكذلك توفير فرص جديدة للشغل لبعض طالبي التوضيف وفكرت في آلية التوضيف بالتعاقد على جوج المستويات مستوى الخبراء وهو يهم فئة معينة من الكفاءات التي توضف لمدة معينة من أجل عمل معينة وخبرة معينة ودراسة معينة وعمل ليس للإدارة الحالية الآليات والإمكانيات باش تقوم به والنقطة الثانية هو التقاعد الوظيفي يعني جميع الوظائف يمكن اليوم إلى جانب التوضيف الحالي الذي سيستمر فهن هناك توضيف إضافي بواسطة التعاقد بطريقة سلسة ومبسطة وستوفر الشغل لطالبيه وتوفر للإدارة إمكانية كذلك الاستفادة من بعض الخدمات بطريقة ميسرة وتمتد العقود لمدة هدف المشروع الذي لم نصادق عليه لحد الآن بالنسبة للخبراء سنتين قابلة للتمديد وبالنسبة للموظفين العاديين سنتين كذلك قابلة للتمديد مضلة واحدة وستحدد أجور سواء الخبراء أو الموظفين العاديين بمنصور وبقرار لوزير الوظيفة العمومية ووزير المالية وأؤكد أن كل طلبات لا تقوم شكرا سيد وزير الكلمة لكم سيد نائب في إطارة التعقيد شكرا سيد وزير على هذا التوضيح ولكن غير بغينا سيد وزير قبل ما يخرج هذا المرسوم لابد الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار أن الشباب المغربي الطاموح الغايور الراغب في العمل منين كتبطع رجله داخل الإدارة المغربية كيفكر في بناء مستقبل دياله فما كتشفوش سيد الوزير أن العمل بالتقاعد لمدة ثنتين أو التمديد مرة واحدة ثنتين أخرى هذا غادي يكون وحد لعب على هذا الشاب اللي بناء حياته على هذا الراتب الشهري اللي كان كيتقاداه بناء مستقبله على هذا الراتب الشهري اللي كان كيتقاداه دخل إلى قروض من أجل توفير ساكان أو غير ذلك منين غاديم كله إلى دحات الإدارة منين غاديم كله أنه يرد هذه القروض ومن غاديم كذلك إلى دحات الإدارة على هذا العقد شنو غادي يدير مع ذاك الأسرة اللي بدايكونها خلال سنتين أو الأربع سنوات فلهذا السيد الوزير نحن كنت ننسب أن هذا الإجراء نحن كنت نحب ده ولكن لا بد من دراسته من كل الجوانب حتى لا يمسى في كرامة الراغبين في الشهر خاصة الشباب المغربي وشكرا السيد الوزير ترجمة نانسي قنقر